الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبة الكرام آفة عظيمة وفتنة كبرى تدل بوضوح أننا قد ابتعدنا كثيرا عن تعاليم ديننا فخير الشهور الذي ينبغي أن يكون مليئا بالنشاطات الدينية من سلوات ومجالس للذكر وختم للكرآن الكريم ودروس العلم مع الأسف صار للنوم وللمسلسلات نعم كما تسمعون يا إخوة الكرام شهر الخيرات صار شهر المسلسلات فشركات الإنتاج تؤجل أرض مسلسلاتها للشهر رمضان وليست المشكلة هنا بحد ذاتها ولكن المشكلة هي أنك تجد الإقبال الكبير من الأسرة المسلمة على هذه المسلسلات يا للأسف أنتم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحباب الله ورسوله إن القلب ليحترق في ظل ما تراه الأعين خير الأوقات والأعمار تضيع على أتفه الأمور ناهيك عن المشاهد التي تعرض في تلك المسلسلات فذلك موضوع آخر أما آن الأوان أن نستفيك أيها الأحبة لنبدأ من أنفسنا فنتوقف عن مطابعة أي مسلسل يعرض في هذا الشهر أو في غيره من الأيام لنذكر بذلك أهلنا وأصدقاءنا وأحبتنا لنجعل هذا الشهر لله جل جلاله ولنعمل فيه على تنقية أنفسنا من الخطايا التي تراكمت علينا فيما مضى لنجعل هذا الشهر صفحة مليئة بالأعمال الصالحة ولا تدري لعله رمضانك الأخير فاقبل على الله بقلبك وكلك وقاطع كل ما يبعدك ويلهيك عنه وإياك أن يكون حظك من سيامك أو عبادتك الجوء والعطش أو الجهد والتعب انت به ألا تهبت ثباب أعمالك ونفحات طاعاتك وقرباتك بمشاهدة ما يذهب بثمراتها ونفحاتها جعلنا الله وإياكم ممن يغتنم هذا الشهر العظيم وَلَا يَلْهُ عَنِ اللَّهِ فِيهِ صَلُّوَ لَلْحَبِيبِ صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم